موسيقى السلام عليكم كديري اللبس عليكم اتمنى احوالكم تكون باخرين ان شاء الله مرحبا بكم معي في مطبخوخة وملاك فيديو جديد ووصفة جديدة اللي انتمنى تعجبكم ان شاء الله طريقة تحضر لبس بوساك موسيقى بمقادر مضبوطة وموجودة في كل البيت انظروا طريقة التحضر وفي نفس الوقت للمقادر اول حاجة نصلي على رسول الله الله ما صلي وسلم وبارك على رسول الله احسن حاجة نبدو فيها الفيديو دينا بسم الله اول حاجة ناخده كسر هنا ونحضر السير اللي سينسقوا به البسبوسة نضيفه فيه كست الماء كبير او كسنت الماء صغر ثلاثة ديال الملاعق ديال السكر سينيدة ونضيفه شرائح ديال الليمون او الحامض اللي كتفضله ونضيفه على نار اللي كتكون مهيلة نخليه خمسة دقائق اللي كتفضله ونضيفه ونضيفه لان البسبوسة كيف تعرفوه كيف تعرفوه نسقي ويهي سخونة ونضيفه ونضيفه السكر سينيدة بل احسن تكون سينيدة رقيقة ونضيفه ثلاثة سينيدة ونضيفه ونضيفه فيديو هنا عندي كاس ديال عصر ليمون اي مكوين نحاولو نطربه باش يندام جدينا مع المكونات نضيفه كاس ديال ضانون او الياغورت من الاحسن نكهة الكوك او نكهة الحامض انا استعملت غيهناري ديال الباني يعطي مضاق ديال الكوك صافي ونخلطه مزيان كما تشوفوا معي مزيان صافي هنا غنضيف نصف كاس ديال الكوك من الاحسن يكون الكوك اللي يكون الرقيق ما يكونش غلاد إلا كان غلاد نحاولو نطحنوه بعد نضيفه المكونات كاس صافي نخلطه صافي هاد الخالط غنخليه على جنب وغنمشي نوجد السمدرقق عندي بالعبار كاس ونصف ديال السمدرقق كما تشوفوا معي دا بدرت كاس وغنغرب له باش نحايد منو هادو كل حوبة يبدلي كيكونوا غلاد وغنضيف النصف عدنا قياس السمد مضبوط كاس ونصف ديال السمدرققق ومن الاحسن يكون السمد لنوعية ممتازة كما كان نقول لكم ديما اللي بغينا نلحقها بحال هاد الحالوية يجونا زوانين خاصنا السمد يكون نوعية ممتازة بس 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 مزيين بدك ربع كاس اللي خليدي ديال زيت في اللوول بحال هاد البس بوسة تقريبا نهزات لكاس ديال زيت اللي عامر هاد طريقة ما كتجيناش البس بوسة مع الجنا هذا هو السر اللي ما كتخليش البس بوسة جيناء مع الجناك ما كتليكم وفي نوصة كتجيني ناجحة مية في المياه نظيفه هاد السمدرقققق الخالد هنا الخالط يجينا نطلق شوية ولكن مش خافوش منه كما كنعرفو راسي ميدا كتشرب صافي من بعد نضفنا هذيك السميدة رقق كامل غنضيف وده بجوج خمارات ولا حلوة دائما كنخلو الخمارات ساوما الآخرين باش يعطونا ذاك المفعول ديالهم مغرب لهم لا فيهم هذيك الحبيبات يحيدوا كيما كشوفوا معي سميدة رضغية يشرب كيما قلت ليكم صافي وده بغل مش نوجودو الصيني اللي غادي ندرو فيها البسبوسة ديالنا باش ندخلوها لالفران هنا عندنا ندرت هذي المول يمكن لكم بتوما تديروه مربح او طاوة ذائرية اللي متوفر لكم أغير ما تكون صغيرة باش مجينش البسبوسة عو تاني طالعها بزاف صافي وكنورج سميدة رقق اللي استعملت في البسبوسة كنحاول ندهنها احتدوك الجناب صافي في هذي الأثناء را كنكون ودن الفران يسخن مع البسبوسة كسبغ الفران يكون سخون ماشي بحال كيك العادي كندخله الفران بارد نهادي كسبغ الفران سخون وكندخلها مني كندخلها كنت فعليها الفوق وكنخلي عليها التحت شاعل يعني المشدة راسعة وطابت قريبا من التحت كنشاعل عليها الفوق باش تحمر وكل واحد وطريقة الطيب ديالو كسبغ على حسب الفرن صافي اذا بغن ندخلها الفران وغنخليها الطيب بلا طابت وغد نعود الرجع معكم ان شاء الله صافي ما بعد ما خرجنا البسبوسة من الفران بعد ما نطابط غد نسقيها بتكسيرو اللي يدرت في الأول راه بردابة والبسبوسة سخونة دائما السيرو يكون بارد والبسبوسة سخونة ولا السيرو يكون سخون والبسبوسة تكون باردة صافي غنخليها تشرب هذي السيرو اللي سقينا به وغادي نرجع باش نزينوها انا هنا درت لها الكون في تغذية المشماش الى عندكم العسل هو النطاج حتى هو كتوكي جيزوين وكيجيبها لامعة انا ما نبغيش نكتر لها الحلاوه بزاف لانك كف عرفتو سقيناها بسيرو ودرنا فيها كز دياسو كاساندة هي ابدا وش كتشي حلوه هي ما كان كتروش هذك العسل او كوفيتير اللي كندهنوها بيها خيباش يشتلنا هذك الكوكولة تزين هكا صافي وهذه البسبوسة ديانا من بعد ما زيننا هارا كتجي على هذي شكل كتجيزوين بزاف انا في الصراحة كنفضلها تكون عندها في الدار كتعجب حتى الوليدات كتجينا كمشتور دك الزيت لبس بس نبي سيميت كتجينا نفتة ما كتجينا جمع الجنة وطريقة اللي سهلة ومكوينة بساط نتمنا ان شاء الله تجربوها تجربوها وتعجبكم ان شاء الله كيف العادة يا الله نخليكم على خير ما ننساش نقول لكم لماذا لما تشاركتش في القناة مرحبا بيها تشارك وخلوا لينا جامل الفيديو ووحد لكم وانتغزوين الى عجباتكم الوصفة تغتجوا مع الاصحاب والاحباب علاش الله يا الله نخليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا